قبل عيد الأضحى ضعها تحت رأسك وقرأ هذه السورة القصيرة سبع مرات قبل نومك وتمنى في نفسك الأمنية التي تريد وانتظر مفاجأة ستبهرك وراقب البشارة العظيمة التي ستأتيك قبل أن يمر الحول بفضل الله بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله سر من الأسرار الروحانية العظيمة في تحقيق الأمنيات والأمان وفي زوال العكوسات من حياتك بإذن الله وبالسر عشبة تضعها تحت وسادتك قبل عيد الأضحى وتقرأ هذه السورة القصيرة واستعد بعدها لتلقي البشارات وتحقيق الرجاء وكل ما ترجوه بإذن الله ولينتشر الخير وتعمل استفادة جميع الناس لطفا الاشتراك في القناة إن كنتم لأول مرة تنضمون ولا تنسوا الضغط على لايك ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع ومن أعظم الأسرار الروحانية طريقة عظيمة وقوية ومن وصفات الثرات القديم للأجداد والسلف الصالح من الطرق التي تحمل الفأل الحسن والتثاؤل والاستبشار بالخير والفرج وتحقيق الرجاء كانت تستخدم في العيد الأضحى وسبحان الله من شدة النية الحسنة ومن قوة اليقين ما يمر العيد وما يمر الحول إلا بوقت بسيط حتى ترى من أسرارها ومن نفحاتها العجب في تحقيق المراد بفضل الله الطريقة سهلة وبسيطة جدا ولا تحتاج فيها إلا حفنة من عشبة الحرمل وسورة قصيرة من كتاب الله هذه الفائدة تزيل عنك العكوسات والنحس وتختفي الموانع من حياتك بقدرة قادر تفرغ منك أو من جسدك أو من هالتك طاقة العين والحسد والتابعة والنظرة وقد ينفك عنك حتى السحر كل هذه الطاقات السلبية التي تعمل مانعا لوصول الخير إليك وتجعل كل شيء معكس في حياتك وأينما وضعت يدك لا تصدق أو لا يصدق وكل أعمالك معطلة والرزق قليل وأمورك متشابكة ومتوقفة كل هذه الموانع وكل هذه المشاكل ستنتهي بإذن الله وبشكل تام فهذا السر من الأسرار العظمى النادرة التي لا تجدونها إلا على قناة قطر الندى التي تبحث دائما في أعماق أمهات الكتب والثرات القديم وتستخرج الترر المكنونة التي تجعل حياتك زاهرة والأبواب تفتح لك من كل الجهات وتجعل المشاكل والعكوسات تختفي تماما من حياتك بإذن الله وحتى لا أطيل عليكم الطريقة هي كالتالي وتكون قبل عيد الأضحى بليلة واحدة يعني ليلة العيد الأضحى طبعا تكون دائما على وضوء الأخوات ذوي العذري الشرعي يجوز عمل هذه الطريقة كما هي ولا تمنع عنك هذه الطريقة لا تمنعها ولا يمنع منها إلا من عليه جنابة يعني يجب أن تكون طاهرة من الجنابة وتكون على وضوء فتأخذ على بركة الله حفنة من الحرمل وحفنة يعني كثف اليد يعني تكون كمية مناسبة شيئا ما وتقربها من فمك وقبل نومك ليلة عيد الأضحى تقرأ على هذه الحفنة من الحرمل البسملة 19 مرة ثم الصلاة على النبي بصيغة الفاتح 7 مرات ثم تقرأ سورة الدحى 40 مرة ثم تختم بالصلاة على النبي صلاة الفاتح 7 مرات ثم تجعلها في ثوب أبيض هذه الحفنة وتضعها تحت وسادة رأسك وتنام وتنام وأنت تقرأ سورة الدحى 7 مرات ثم تقول اللهم يا غني يا مغني أغني غنى لا أخاف بعده فقرا وهدني فإني ضال وحقق رجائي وبلغني مراد وافتح لي خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين هذا الدعاء تقوله 7 مرات ثم تنام وأنت على جنبك الأيمن وطبعا بعد إتمام القراءة تنام وأنت ذاكر لله ومتخيل ما تريد من أمنيتك يعني تنام وأنت تفكر فيما تتمنى إن كان رزقا أو مالا أو شفاءا من مرض أو إتمام أمر معين أو قضاء حاجة معينة عمل زواج نجاح في دراسة أي شيء كنت تتمنى أن يحققه الله لك وفي اليوم الموالي والذي سيكون عيد الأضحى وبعد ذبح الأضحية وأكل ما تيسر منها طبعا وغالب الناس وخاصة في الدول العربية يكون الفحم مشتعل يعني يكون شواء أو كل بلد ولها طقوس المهم يكون الفحم مشتعل في ذلك اليوم يعني نستخدمه فبعد أكل ما طبخناه على الجمر أو على هذا الفحم نأخذ هذه الكمية من الحرمل ونزيلها من هذا التوب الأبيض ونرميها في الجمر ونبخر بها نفسك وجسدك وأنت تصلي على النبي وتسأل الله سبحانه من فضله وبإذن الله وبفضله فلن يمر الحول أو العام إلا وأمنيتك قد تحققت وبلغت الله الرجاء واختفت من حياتك جميع العراقيل وفك عنك الربط والعكس وتحسنت أحوالك وزادت أرزاقك وفتحت لك أبواب القبول والحظ السعيد والخير وتحقيق ما في قلبك من الأمان والأمنيات التي ترجوها من الله أرجو أن تكون الطريقة واضحة هذه الطريقة ممكن تكررها بالضبط كما هي في اليوم الثاني من العيد وفي اليوم الثالث عيد وممكن إذا فاتك أو فاتتك هذه الأيام تعملها في أول جمعة بعد عيد الأضحى كذلك يعني ليلة الجمعة الثانية بعد العيد كل هذه الأوقات مناسبة جدا ولها طاقة نورانية في تحقيق الأمنيات وراقب بعدها ما سيحدث وما ستتلقاه من بشارات معجزة وبشائر تفرح قلبك وتحقق ما تتمنى وما ترجو قبل العام بإذن الله وجرب ترى العجب ودمتم في رعاية الله عيدكم مبارك سعيد أحبكم والصلاة والسلام على رسول الله وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر